و هذه الجبنة اللي بقاعتنا بقوان كريمي لكن نفس الطعم ونفس الريحة اللي بنجيبها من مصانع الجبنة ومكوانات بسيطة جدا ادالنا اكتر من نص كيلو يعني حاجات موفرة جدا اقتصادية وطعم لزيز جدا وطريقة جديدة للجبنة الكريمية السلام عليكم اهلا بكم الفيديو اللي هعملوه معكم دلوقتي هو اسرع طريقة لعمل الجبنة الدبل بدون منفحة ويبخطوات بسيطة جدا ونأكلها في نفس اليوم فزي ما هيطارتكم شايفين ده نص كيلو من الدبان يعني كوبايتين من المك ده فده نص كيلو من الدبان من حليب كامل الدسن بعد كده هنضيف عليه آآ عندنا هنا نص كوباية من المياه فنضيفها على اللبن المغلي وكان عليها تلت معالق من النشا يعني دلوقتي احنا قضيتنا ثلاث معالق من النشا مع كوبايتين من اللبن الحليب بعد كده بضيف نص معلقة صغيرة من ملح اللمون كيف اضيف آآ نص معلقة من الزبدة آآ او نص مكعب زبدة واقلب الحاجات دي كلها وبعدين في عندنا كمان اضافة الاساسية بتاعتنا اللي هي آآ تمن كوباية آآ تمن كيلو من الجبنة الدبل اللي هو اساس الجبنة بتاعتنا النهارده اللي احنا هنعمل يبقى اضافنا 8 كيلو من الجبنة الدبل وانقلبهم كلهم على بعض في الطاصة دي بعد احنزلهم دلوقتي واخدهم اضربهم في الخلاط عشان سرعة التجانس والتقليم وهنكمل بعد كده هنشوف هنعمل اي مع الله بعد ما اضربت المكونات في الخلاط هصبها في الطاصة والطاصة دي فيها نص مكعب زبدة برضو عشان ما يتزاقش المكونات بتاعتنا في الطاصة وطاصة هتكون استلس او طاصة ما بتزاقش عشان ما نهضرش اي كمية بعد كده بقلبها لغاية ما تستوي هقلبها لما تستوي هنشوف القوان بتاعها ونحطها في العلبة بتاعتها بالغاية ما تبرد ونشوف النتيجة لها ايه بس انا هسويها شوية على النار لغاية موريكم القوان بتاعها هتوصل لغاية فيها انا بقلب فيها لغاية ما القوان بتاعها حلمت واقول لكم عملنا فيها ايه وبعد ما اضفنا اه منشا واضفنا الملح اللمون ورابا او طبع كيلو جبنا الدبل وضربناهم في الخلاط واضفناهم على اللبن دلوقتي حطينا كمان ايه على الخليط شايفين نعم وتجالس ازاي اضفت معلقتين من نشا البطاطس اللي موجود في العلب وهو الرية لحضراتكم بس هي دي طريقة طبعا ايه يعني هي طريقة بتبقى سريعة ايه لكن كان ممكن نستبدل بقى نشا البطاطس به البطاطس يعني سمر البطاطس متوسطة ونضرب الكل ده الخليط في الخلاط انا اضفت المرة دي ايه يعني اللي مش عايز يحط بطاطسايح يحط ايه علقتين نشا من البطاطس غير النشا اللي حطناه في الاول ده شكل منظر قلبة النشا بتاعت البطاطس بس تقريبا يعني هي بتبقى غالية فيها اربع او خمس معالب يعني بتتعدل خمسة عشرين جنيه او تلاتين جنيه فعشان كده بنقول ان هي ايه ممكن اكتر كمان عشان كده بنقول ان هي تبقى ايه مش اقتصادية شوية فلو حطينا سمر البطاطس متوسطة بتكون مسلوقة ونضربها مع الخليط بتكون احسن فنا دلوقتي هسوي شوية خمس ده هي كده على النار الخليط ده وارجع ايه اصبه في ايه احطه في في البولة دي واسيبه لما ايه بعد كده هيبرد وايه اوريكو ايه النتيجة بتاعت الجبنة الدبل وطعمها مش هيختلف ابدا عن الجبنة اللي احنا بنعملها بالمنفحة وبنوض يعني نصفيها ونعملها لكن دي ايه عملية سريعة وبتدينا نتيجة يعني كمية كتيرة وطلعها اسرع يعني ممكن تعملها عربيات وتصبح تعمل منها سندوتشات الصف تعملها حتى الصبح بدري وقت الحقي برض ويعمل منها سندوتشات فانا هسويها كده خمس زي كده على النار ويحطوه في قلب العلبة بتاعتها وبردها ووريكو النتيجة بتاعتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر